مساء الخير بنواصل أمسية جديدة من أمسيات جروب أثار وحضارة مصرية اللي بقتدامها أنا أحضرتكو من شهر يونيو العام الماضي النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جداً الأثار الحيوية بين الرواد والمصرين لدكتورة زينب حشيش دكتورة زينب حشيش هي مدرس الأثار المصرية بجامعة بلسويف عضو مجلس إدارة مؤسسة جامعية توراس مصر هي متخصص في البقاء الأركيولوجي مميوات وهيكل عظمية أيضاً المدير الصادق لإدارة دراسة وتوسيق البقايا العظمية بالمخازم المتحفية بوزارة السياحة والأثار إن شاء الله نهاردة هتمتعنا بموضوع مهم جداً بيخدم الأثار المصرية لأن الأثار المصرية ليست فقط قطع خلفها لنا الأجداد ولكن حتى بقياهم الحياتية أو نقدر نقول عليهم البقايا العضوية أي أمكان هي دكتورة حبة ناعة الشحرين المصطلحات دي باستفادة وتقول لنا إزاي هتطفي على معرفنا وتاريخنا قيمة مش بتقدمها الأثار العالية اتفضل يا دكتور زينب مساء الخير شكراً جزيلاً لدكتور باسي مع المقدمة الجميلة دي تمنى أن أكون أستحقها وأنا سعيدة جداً بوجودي معاكم النهاردة الحقيقة أنا تصفحت الجروب وتصفحت اليوتيوب بتاع حضرتك بتاع الجروب ولقيت أن أعظم دكتورتنا في الأثار وأستزتنا في الأثار كانوا ضيوفة عند حضرتك ودي حاجة بتدعوني للفخر بصراحة فشكراً جداً على الدعوة الكريمة هندخل في موضوعنا مرسي ربنا يخليك هندخل في موضوعنا لأن الموضوع كبير قوي وأنا عارفة أن وقتنا محدود فهندخل في الموضوع على طول أولاً أحب أنوه أن الموضوع عن الأثار الحيوية والأثار الحيوية بتعتمد بشكل أساسي على البقايا العظمية سواء كانت البقايا الأدمية سواء كانت محنطة أو عظمية في هيئة عظم فيعني بنبه الجميع أن احنا هنشوف في المحاضرة بقايا أدمية فالناس اللي بتخاف أو عندها تحفظ يبقوا عاملين حسابهم على الموضوع دايماً يعني مراراً وتقراراً بحب أبدأ محاضراتي بقانون حماية الأثار لأن دايماً العاملين في الأثار أولاً والعاملين في الحقل الأكاديمي ثانياً دايماً بيعتبروا أن احنا بنتكلم على حاجة على الهامش أو حاجة علوم مساعدة فأنا حبيت أنوه أن قانون حماية الأثار في المادة الأولى منه وبالذات في بند رقم 3 اعتبر الرفات الخاصة بالسلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثار اللي بيتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون بمعنى أن اللي هيدمر مميا أو هيدمر بقايا عظمية لازم يتحاكم وفقاً لقانون حماية الأثار 117 لسنة 83 بتعديلاته المختلفة تمام؟ فأحنا بنتكلم يا جماعة عن أيوة هو إنسان وليه قيمة وهو فعلاً إنسان لكن لما نيجي نتعامل معاه زي ما بنتعامل مع الأثر ونخاف عليه ونتعامل معاه بكيفية معين هنبدأ محاضرتنا هسألكوا سؤال وعايزة حضراتكوا تجاوبوني عليه في نهاية المحاضرة إن شاء الله البقايا العظمية هل هي دراستها علوم مساعدة؟ ولا جزء أصيل وجزء أساسي من دراستنا العلم الأثار؟ هل البقايا العظمية علوم مساعدة يمكن الاستغناء عنها؟ وخلاص وأفسر الموقع باستخدام الأدلة المادية الأثرية اللي موجودة معايا دون الرجوع للبقايا العظمية؟ ولا هي دليل أثري هام؟ لابد إن أنا أدرجوا في عملية تفسير المواقع الأثرية والمواقع الحفائر اللي أنا شغالة فيها ده اللي هنعرف إجابته في نهاية الموضوع عايزةكم بس تبصوا كده معايا على الصورة اللي قدامكم المنظر الخاص بمشهد من مشاهد الزراعة المتكررة جدا في كل المقابر وفي المعابد أيضا المشهد فيه تلات أبطال زي ما احنا شايفين فيه إنسان وفيه الحيوان وفيه النبات اللي هو متمثل فيه الشجرة التلات عناصر دول والتلات أبطال للمشهد دايما إحنا بنقعد نفسر المشهد طبقا لطريقة أو منهجنا الأثري أو المناهج المتبعة في علم الأثار لكن أنا عايزةكم تبصوا للصورة بشكل مختلف شوية التلات مكونات في الصورة أو التلات أبطال للصورة الإنسان والحيوان والنبات هم اللي كانوا بيكونوا المجتمع زمان صح؟ وهما اللي احنا بنشرحهم ونفسر هما بيعملوا إيه؟ وبنشرح المهنة وبنقرأ النصوص اللي حواليهم وبنحاول بشطة طرق إن احنا نعرف أو نعرف نعمل إعادة لتصور حياته في الماضي هو ده الهدف بتاع شغلنا نحنا نبني الماضي من جديد بكل الوسائل المتاحة طيب التلات عناصر دول سواء كان الإنسان أو الحيوان أو النبات هم التلات عناصر للبيواركيولوجيا أو الآثار الحيوية الآثار الحيوية بدأت بالتلات عناصر دول لكن بزيادة فروع الدراسة في كل مجال منهم سواء كان دراسة البقايا العزمية الأدمية أو الحيوانية أو النباتية كل فرع من الفروع دي بقى نقدر نقول نظرية لوحده أو منهج لوحده أو حتى علم لوحده فظاهر عندنا علم الحيوان وعلم النباتات الأديمة وعلم الحيوانات الأديمة وعلم البقايا العزمية الإنسانية طبعاً الإنسان اللي هو بطل المشهد اللي احنا بندرسه بعد وفاته على طول بيتحاول لهيك العظمي وبعد كده بيدفن لحد ما ييجي الأثر المخضرم ييجي يطلع الإنسان ده من جديد ونقعد نفسر وندرس في العظم بتاعه وجسمه علشان نوصل لتصور للمشهد اللي احنا شايفينه ده فالحلقة متصلة والحلقة واحدة جداً في الموضوع طيب هنبدأ نتكلم على الرواد علشان أتكلم على رواد الأثار الحيوية لازم أرجع بيكو أن من زمان من عهد رمسيس التاني وجد على نص مكرس في ناحية جنوبية من هرم أناس بيتكلم على خائم واسط أنه هو قام بترميم الهرم وإزهار اسم الملك أناس اللي كان قد اختفى وده بيأكد لنا طبعاً ده نص من نصوص كتيرة جداً بتأكد لنا أن الناس كانت بتهتم من زمان جداً من أيام رمسيس التاني بالماضي بتاعها وبتراصها وبتاريخها هنتكلم بقى نقرب شوية للرحالة واللي زاروا مصر المصادر الكلاسيكية والرحالة زي هيردوتو وسترابو وبلوتر زاروا مصر وكتبوا عنها وبدأ يظهر كتابات عنهم عن العصور المتأخرة من حضارة مصر الأديمة يعني غرب أوروبا بدأ يبحث عشان يستكشف مصر ويعرف مصر عايشة إزاي بعد كده حصل موضوع حريق الأسكندرية وغلق سيوديسيس للمعابد وده أدى إلى فقدان معرفة المصريين والأجانب بالخط الهيروغليفي معرفة اللغة المصرية القديمة والخط الهيروغليفي اللي كانت بتتكتب به أو بتدون به كلام ده كانت تقريباً سنة 391 ميلادياً وفقدنا جزء من أو العالم كله فقط جزء من المعرفة طبعاً بعدها سقطت الأمبراطورية الرومانية وأصبحت مصر جزء من العالم الإسلامي وفي الفترة دي ورد بعد ذكر يعني ذكر للأهرامات المصرية القديمة في تقارير بعض المسافرين اللي كانوا بيجوا لمصر في العصور الوسطى وبدأت التقارير دي تبقى أكثر شمولية عن مصر في القرنين السبعتاشر والتمنتاشر نوصل لمحطة تانية مهمة محطة الحملة الفرنسية سنة 1798 وطبعاً نابليون كان معاه في أحد أعضاؤه فيه شخص كان بيدون الأثار بتاعة مصر اسمه فيه فانتي دينون وهو دون كل الرسومات للأماكن الأثارية اللي زارها أو أماكن مصر فلفت نظر نابليون لكنوز مصر ونابليون قد أمر أنه يتم إنشاء لجمتين اللجمتين دول حيبقى دورهم عمل مسح وإعداد تقارير عن أثار مصر واكتشاف بعض أثارها وهنا كانت بداية الطامة الكبرى لأن تم نقل جزء كبير من تراصنا وأثارنا إلى الخارج بما فيهم المميوات والبقايا العظمية يعني حتى نقلوا للخارج عظم ومميوات طبعاً في الفترة دي بردو بدأ يحصل اهتمام بأنهم يبحثوا عن كنوز يعني الصورة اللي احنا شايفينها دي دي منظر مرسوم بألوان الميا لمشهد من معبد أبو سيمبل بيقوم بعض الناس بعمل صقوب في الجدار الخارجي بحثاً عن الكنوز اللي موجودة جوه المعبد وده بيأكد لنا أن أصبح فيه ولع واهتمام بالحضارة المصرية بس مش لدراسة تاريخ الحضارة المصرية لا للاستحواز على كنوز مصر القديمة على فكرة الصورة دي أو التابلو ده من 1818 بعد كده في أواخر القرن التسعتاشر عموماً العالم كله كان عبارة عن سياسة بدأ يحصل هبوط للاعتقادات بالتطور بدأ يحصل اتحاد ما بين ألمانيا وإيطاليا بدأ يحصل توسع إمبريالي لبريطانيا وفرنسا فبدأ كل نتيجة الأحوال السياسية دي بدأ يحصل مخاوف على الهوية الوطنية للأفراد وبدأ تظهر نعرة أو كذبة الأجناس ومد الإمبراتوريات لخارج البلاد وبدأ يظهر موضوع العنصرية على الساحة بشكل كبير فبدأ تظهر مبدأ أن في أجناس أعلى من أجناس طبعاً نأكد لكم على الموضوع ده لأن هكذا بدأ دراسة البقايا العظمية في مصر بدأت دراسة البقايا العظمية في مصر بغرض أن نثبت أن في أجناس أعلى من أجناس هنشوف دلوقتي في وقتها طبعاً مدارس علم الأثار الحديث مش هلتكلم على المدرسة القديمة مدرسة القديمة هي مدرسة تاريخية وصفية إنما المدرسة علم الأثار أو مدارس علم الأثار الحديثة يعني بنوصف ونشرح في نفس الوقت يعني ندور على تفسيرات التتابعية المتطورة بدأت تستخدم العلوم الحديثة زي علم الوراثة والجي آي اس مثلاً يعني بس بخترت خصوصين كده نظرة لديق الوقت ما بعد التتابعية رجعنا شوية إن إحنا بقينا ضد العلوم يعني بلاش علوم إحنا عايزين نرجع للمنهج التاريخي طبعاً الموضوع ده اتغير لإن حالياً بدأ تتغير نظرة العلوم الإنسانية للعلوم التطبيقية زي ما هنشوف طيب نوصل بقى لي الجزء أو بداية الاهتمام بالبقايا العزمية هنا في مصر في القرن التسعة عشر والعشرين الفترة دي أول حاجة لويز لويز لورانت هو أول واحد تقريباً زار مصر وجمع بقايا المميوات وأخذ بس الراس بتاعتها يعني قام بقطع الجماكن بتاعتها علشان تبقى سهلة عليه إنه هو ينقلها برا لدراستها ده بيأكد لنا برضو إن الناس بقت مجانين ومهووسة بالبقايا العزمية سواء كانت عزمية أو محنطة بعد كده في الخوف برضو زار مصر واشتغل على بعض البقايا العزمية اللي ظهرت في مصر لدرجة إنه كاتب في مذكراته طبعاً الصورة دي بتؤرخ لعام 1896 وفي الخوف ده هو اللي أسس مدحف تاريخ الطب في برلين كتب في مذكراته إنه هو كان وجد بورتريهات الفيوم وبرتريهات الفيوم دي كانت جاية معاها الجماجم أو الروس المحنطة لأصحابها وإنه هو اضطر إنه هو يقطع الروس دي عشان يقوم بعمل مقارنة ما بين البرتريه والرأس اللي في إيده عشان يعمل لهم ماتشينج يعني عشان يجمعهم ببعض تاني فده ده لي برضو على قد إيه الهوس بالعلم دون الإنسانية أو دون التفكير في الناس ديه بعد كده وصلنا لمحطة مهمة قوي في تاريخ دراسة البقية العزمية في مصر يبقى كده البداية خالص أول مرحلة دراسة البقية العزمية الأطباء اللي كانوا بيزوروا مصر وكانوا مهوسين بالمميوات والبقية العزمية زي الاتنين اللي احنا أشارنا إليهم بعد كده دخلنا بقى لأول حد قام بحفر المقابر بتعمد حفر المقابر وبدأ يوسقها اللي هو مين؟ اللي هو بتري بتري طبعا بدأ حفاره في مصر 1881 اللهون بدأ يحفر فيها 1890 وقام بقى بعمل حاجة جديدة إنه هو بدأ يوسق شكل المقابر ويرسمها رسومات الجميلة الرفع المعماري الجميل بتاعه اللي لسه لحد دلوقتي بنمشي عليه كباحثين في الأصار بعد كده استمرت أعماله في طرخان وبدأ يهتم بالبقايا العزمية على حسب هواه يعني الدفنة اللي يحس إن هي كويسة بالنسبة له هتديله معلومة بدأ ينشرها في المراجع بتاعته وسب لنا قرس كبير جدا من الأماكن الأسرية اللي قام حفر بيها وقام بحفظ بعض البقايا العزمية اللي فيها كمان حفر في طرخان وبدأ يوسق لعادات الدفن يعني استخدام تابوت ولا ما فيش تابوت استخدام الخوس استخدام الباسكت كده في الدفن بدأ يوسق ليه أجزاء أخرى مرتبطة بالهايكل العزمي غير الهايكل العزمي طيب وحفر في اللهون برضو ووسق في اللهون طرق الدفن وأسليب الدفن والتوابيت اللي موجودة وحفر فيهو العبادية وزي ما احنا شايفينه الصورة دي هو كان بيحتفظ فقط بالجماجم وكان بيحتفظ ببعض الأجزاء اللي فيها أمراض مميزة وكان بيبعث الحاجات بتاعته دي على إنجلترا لدراستها طيب شمعنا بيحفظ الجماجم فقط وبيقوم بتفريق ما بين الجسم ولا بقية الجسم كان بيتم دفنه تاني أو رم أو التخلص منه الهدف من جمع أو تجميع بيتري للجماجم هو دراستها دراسة عرقية عنصرية فكري لما قلتلكم احنا في نهاية القرن التسعتاشر بقى فيه مخاوف على الهوية ومخاوف على فيه عنصرية كده وعايزين يثبتوا ان فيه أجناس أعلى من أجناس ده بالفعل اللي قام بيه بتري لما حفر فيه أبيدوس لما حفر فيه نقادة سنة 1896 في النشر بتاع نقادة كتب إنه وجد نوريس يعني وجد عرق جديد طبعا هو كان بيحاول يثبت إن اللي بانا حضارة مصر أو حتى الليبيين يعني أهم حاجة بس ما يبقاش إيه المصريين هم اللي بانوا حضارتهم فقام بتجميع الجماجم وكان بيرسلها البرة للخارج علشان يتم عمل الفحص الأنسبولوجي لها وإثبات نظريته للأسف نظريته فشلت فشل زريع ما فيش حد اهتم بيها كمان كان بيحاول يثبت بالدراسة الجماجم إن فيه أجناس أعلى من أجناس فشايفين أنتو الخريطة دي هو كان رسمها بصة بالبلد التابعة لها فخلى البلدان إن فيه الأماكن الحرة هي الأكثر تخلفا والأماكن والناس أو الجماجم اللي بتنتمي إلى الأماكن البردة هي الأكثر تحضرا والأكثر يعني من أعلى الأجناس طبعا كل ده فكرة عنصري بناها على حسب فكره الخاص بي إن فيه أجناس أعلى من أجناس بعد كده بقى الجيل الثاني من تلمزته برونتون ورايزنر قاموا باستكمال اللي عملوا بيتري بس اهتموا أكتر باللقة الأسرية اللي بتبقى موجودة مع البقايا العظمية اهتموا بتفسيرها وتسجيلها وتوسقها وده أنا باعتبره بايو أرتيولوجي إن إحنا دلوقتي بقينا نجمع ما بين الهايكا العظمي وعادات الدفن بتاعته شكله مقبرته كمان اللقاء الأسرية اللي موجودة معاه من حلاي وجعارين فخار أي شيء موجود مع المتواف فبرونتون ورايزنر يعتبروا خطوة متقدمة شوية عن بيتري بعدين وصلنا لمرحلة ثالثة إن بدأ رايزنر طبعا رايزنر مكانش بيهتم بالبقايا العظمية والدراسة والعلم للعلم لأنه فضل يطلب فاند من العالم المحيط بيه في الوقت ده بدعوة إن هو عايز يكمل بحوثه في الكشف عن هوية مين بنى الحضارة المصرية ومن أي عنصر ينتمو يعني برضو كان مركز على الشق العنصري في الدراسة بدأ رايزنر يعتمد على يعني يستدعي أطباء متخصصين في التشريح علشان يساعدوه في الحفائر بتاعته فرايزنر استعام بأليت سمس اللي هو رقم اتنين في الصورة اللي في النص عشان يساعدوه في حفائر نجع الدير وبعدين برونتون أيضا استدعى ديري إن هو يشتغل معاه في حفائر كاو فكده إحنا بدأنا مرحلة تالتة إن إحنا بدأنا ندخل متخصصين في التشريح علشان يقوموا باستكمال الأعمال في مصر وينشروا أكتر عن البقايا الأدمية بشكل علمي وفيه بقى أكتر من حد زي فريدريك وود جونس برضو ده بدأ يدرس الأمراض اللي كان بيتعرض لها اللي ظهرت على البقايا العظمية والتلاتة الحقيقة وروفر اشتغل على الإنكلستوما اللي كانت وجدت فيه بعض المميوات الملكية وبدأ في الفترة دي بدخول المتخصصين في التشريح بدأ يبقى فيه تركيز أكتر على تقدير العرق والروابط الاجتماعية وعلاقات القرابة ما بين البقايا العظمية وبدأ كمان يبقى فيه شرح أكتر للمواقع الأثرية وبدأوا ينزلوا هما بنفسهم للمواقع الأثرية ويقوموا بحفر البقايا العظمية والدفانات بدأوا يعملوا دراسات مقارنة بين الموقع ده والموقع ده وبدأوا كمان خطوة مهمة قوي إن هما بدأوا ينشروا شغلهم على العظم الأثري شغلهم اللي هو الباليو بيسولوجي اللي هو دراسة الأمراض الأديمة اللي ظهرت في بعض الحالات طبعا بعد كده دخلنا للتمانينات في التمانينات ظهرت دراسات كتيرة بقى بدأت تستخدم الإحصاء يعني إيه الإحصاء؟ يعني بدأنا نعمل ربط ما بين البقايا العظمية واللقى الأثرية الحلية كانوا أكتر مع الأطفال ولا مع النساء ولا مع الزكور بدأنا نعمل تحليل كمان لأماكن الدفن في الجبانة يعني هل كان فيه أماكن معينة لدفن الأطفال؟ ولا لا بدأنا نعمل على المستوى الاجتماعي للماترونين في الجبانات هم مين؟ بدأنا يعني بدأ يدخل كده في دراسة البقايا العظمية دراسات أخرى جانبية شمولية عن مستوى معيشة والمستوى الاجتماعي والاقتصادي للناس اللي بيمثلوا هذه الجبانة فالدراسات أصبحت أكثر تعمقا برضو ظهرت أو دراسات أكثر تطورا وتعمقا عن عادات الدفن والخطوات اللي هي العادات الدفن والأي شيء خاص به العادات الجنائزية عند المصر القديم بدأت تظهر في الدراسات من أول الابتسعينات أو في منتصف التسعينات بدأوا يتكلموا على الجندرية وعلى علاقتها بالجريف جودز اللي موجودة في المقابر يعني هل كان في نوعيات معينة من اللقاء الأسرية مرتبطة بالنساء دون الرجال هل مثلا كان فيه الهوية بتاعة المتفونين هنا بدأوا يتكلموا على المستوى أي من الدراسات بقى محددة أكتر هل مثلا المتفونين في الجبانة هنا من طبقة الأعيان ولا من طبقة الأدنى وهكذا بدأ يبقى فيه دراسات أكثر شمولية تجمع ما بين الأسار وما بين الشق الفيزيكا للأجساد اللي هما بيتحروا عنها إذن الأسار الحيوية تنامت وظهرت على الساحة كده مع ظهور العلم الأسار الحديث لأن علم الأسار الحديث هو اللي خلانا ننطلق كده إن احنا نستخدم أساليب جديدة في علم الأسار نعمق بها فهمنا لدراسة التاريخ ونعمق فيها كيفية الاستفادة من الثقافة اللي موجودة لفهم اللي الماضي بيفكرني بالضبط زي الموضة يعني أصبحت موضة إن أنا أستخدم العلوم الحديثة طيب ندخل بقى للأسار الحيوية أول حد استخدم اللافز هو جيرهم كلارف استخدمه سنة 1972 وكان بيستخدمه لي إن هو يعبر عن النباتات الأديمة البيئة القديمة البقايا الحيوانية القديمة بالمواقع الأساري يعني ما استخدمهوش للتعبير عن البقايا العظمية الأدمية لكن اللافز نفسه هو اللي كان مستخدم بايو أرتيولوجيا بعد كده أول شخص على الإطلاق الرائد فعلا في المجال جين بوكسترا سنة 1977 ودي تتبع المدرسة الأمريكية هي أول من استخدمت المصطلح للتعبير عن دراسة البقايا العظمية في المواقع الأساري اللي عايز أقوله إن دراسة البقايا العظمية في مصر بدأت قديما جدا حتى قبل ظهور النظرية الأسار الحيوية أو منهج الأسار أو علم الأسار الحيوية على الساحة يعني إحنا في مصر تم الاهتمام ببقايانة الأدمية حتى لو لأسباب عنصرية من قبل ظهور العلم نفسه أو المنهج نفسه الخاص به دراسة الأسار الحيوية فجين بوكسترا يرجع لها الفضل لاستخدام هذا اللفظ استخدمته للتعبير عن إيه؟ عن دراسة البقايا العظمية في الموقع مش في المعمل في الموقع وهقول لكم ليه مش في المعمل؟ لأن في المعمل لها مسمهين الأستيو أرتيولوجي أستيو أرتيولوجي ده مصطلح بردو من مسميات الأسار الحيوية مقصوم لنصين أستيو هو اختصار كلمة أستيولوجي وهو علم دراسة العظام وأرتيولوجي اللي هو الأسار يبقى احنا كده علم معناها بالمصطلح معناها هو علم بيجمع ما بين دراسة العظام الأساري ده التعريف بتاع المصطلح فيه كمان باليوستيولوجي اللي هو علم دراسة العظام القديمة هو برضو من المسميات للأسار الحيوية وطبعا الاسم المصيطر حاليا واللي تم تعريب الاسم العربي من خلاله اللي هو بايو أرتيولوجي بايو اللي هو الشق الأول من كلمة بايولوجي والأرتيولوجي المصطلح بدأ ينتشر أكتر انتشر في أوروبا وانتشر في بلدان أخرى وانتشر في أمريكا لحد ما وصلنا طيب ايه بقى الأسار الحيوية ايه بقى البيو أرتيولوجيا البيو أرتيولوجيا بعد دقائق في الجلسة الأولى وهنتوقف بعد 8 دقائق وان شاء الله نفتح الزوم مباشرة الثاني ونكمل المحاضرة القيمة لحضرتك مرسي جداً وأسف على الأرض شكراً لحضرتك إحنا بنهتم في الأسار الحيوية إن إحنا بنهتم بإن إحنا نعرف معلومات عن الأشخاص نفسهم من الأفراد دول لأن كل واحد من اللي انتوا شايفينه في الصورة ليه قصته الخاصة ليه حياته الخاصة فعايزين نعرف نوعه وعمره وصحته وهو كان بيمثل إيه في المجتمع بتاعه فإحنا بندرس الإنسان من كافة جوانبه اللي هي إيه؟ اللي هي الفيزيقية والاجتماعية والثقافية والدينية والاجتماعية كل اللي أنا بقوله ده هو تعريف لعلم دراسة الإنسان اللي هو الأنسروبولوجيا اللي بيختلف فيه أو اللي ممكن نزوده على الأثار الحيوية إحنا بندرس الإنسان من كافة جوانبه ولكن بالاستعانة بالصياق الأثري اللي موجود حوالين هذا الشخص يعني إحنا مش بنعمل اكسكيفاشن للشخص ونطلعه بس كده وندرسه لكن إحنا بنوظف كل المحيط بهذا الشخص علشان أوصل ليه المعلومة الفروع الرئيسية لدراسة الأثار الحيوية إن أنا بدرس علامات الإجهاد على الشخص اللي بيقبني بدرس مؤشرات للنشاط البدني اللي بيقوم به الشخص بدرس إصابات العمل اللي اتعرض بيها أثناء حياته كمان منها شق خاص ببنية المجتمع القديم كمان غير تحديد العمر والنوع ليه إحنا تكلمنا على أصل التسمية طبعا كل المسميات للعلوم بيبقى أصلها لاتيني فاستيون معناها بون ولوجس اللي هي معناها كلمة فهي مقصود بيها كلمة العظم أو علم الإيه العظام طيب علم العظام إيه الفرق ما بين الأستيولوجي والبيواركيولوجي الأستيولوجي الأستيولوجيست ممكن يبقى في المعمل فقط يعني مش بالضرورة ينزل الموقع ويعمل حفاير لكن هو بيدرس العظم فقط اللي قدامه أما البيواركيولوجيست اللي هو بيكمان بيعمل حفاير هو اللي بيستخرج الهايكل العظمي من باطل الأرض طب إحنا ليه بنوصق العظم لأن العظم من ضمن الحاجات اللي احنا بنلاقيها في المواقع الأسرية زي الفخار زي الطبقات الأسرية زي الأرتفاكتس اللي احنا بنلاقيها في المواقع الأسرية زي النباتات زي النصوص اللي احنا بنلاقيها زي العظام الحيوانية فهي تعتبر دليل أثري لابد من دراسته لأنه هو صانع كل الأشياء دي طيب فبنوصق إيه بقى في الموقع أولاً لازم وإحنا في الموقع بنقوم بعملية الحفار بتاعتنا بنوصق كل شيء بنوصق كل شيء كتابياً زي ما إحنا شايفين دي ورقة من أوراق العمل أو بنوصقه باستخدام القواعد البيانات زي ده جزء من قاعدة البيانات اللي إحنا شغالين عليها حالياً القاعدة دي بتشمل جميع المعلومات اللازمة إضافتها سواء معلومات خاصة بمقاسات بعمر بنوع بالموقع بالأمراض اللي كان بيتعرض ليها بتوصيف كل جزء في العظمة اللي هو الانفنتوري بتوصيف الأطفال والشباب مدون سن البلوغ والبالغين فهي بنسجل فيها كل شيء طيب يعني نقدر نلخص الجزء الأول من المحاضرة إن البايواركيولوجيا هو علاقة ما بين الجسد والثقافة الاجتماعية اللي عايش فيها الإنسان وإن البايواركيولوجيا مش مجرد دراسة لمورفولوجيا الجسم والتقنيات الطب الشرعي وتكهن بكيف مات الشخص والكلام ده وفقط إنما هي بتوظف لدراسة المجتمعات القديمة بتوظف لدراسة الأوبئة أو بتضر أو بتوصق الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأفراد اللي عايشين في المجتمعات فلو هنلخص الموضوع حب بس أقول إن الأثار الحيوية ساعدتنا إن إحنا نصحح بعض المفاهيم اللي بتخص مثلا العنصرية ضد المرأة لما عرفنا إن المرأة بتعامل معاملة الزكر في كل شيء في المجتمع من خلال البيواركيولوجيا عرفنا كمان بعض نمط حياة الأفراد وعلاقات القرابة ما بينهم عرفنا كمان أو صححت أفكارنا عن استخدام العنف في المجتمعات القديمة صححت مفهومنا عن التمييز في الغذاء ما بين الزكر والأنصة والأطفال وحب أقول كمان إن البيواركيولوجيا هي حلقة بتجمع العلوم والإنسانيات مع بعض وده مفهوش ضرر بالعكس ده بيؤدي إلى تكامل يبقى إحنا كده بندرس عضل علشان حندرس الفرد حندرس نوعه عمره طوله الأمراض اللي اتعرض لها وحندرسه وبعد ما ندرس الأفراد يبقى درسنا الجامعات فهنبدأ دراسات جديدة عن التركيب السكاني عن الأوبئة عن السلوك الثقافي للأفراد دي كيفية تعاملهم مع المرض كيفية تعاملهم مع عدد دفنهم كيفية تعاملهم بشكل جماعي بشكل مجتمعي طيب هنوقف هنا ولا لسه فيه وقت يا دكتور فاضل ثلاث دقايق فمش عارف هلوة من المعلومات كمان اللي ممكن نعرفها عن الأفراد معلومات بقى خاصة بإعادة تصور للشكل اللي كان عليه الشخص في الماضي طبعا أنا لدي تحفظات على الموضوع لكن الموضوع مش بيتم إلا بدراسات معينة البيواركيلوجيست بياخد المقاسات اللازمة لهذه التقنية وبعدين الفنان بيقوم طبقا لهذه المقاسات اللي أنا أخدتها بيقوم بتقدير حجم السوف تيشيو زي اللحم والأعصاب والعضلات وكل حاجة وبعدين بيقوم بإنهاء الشكل وده تم فيه أشهر حد تعمله إعادة تصور لشكله هو توت عن خأمون طبعا التحفظ بتاعي أن هم قاموا بالقياسات بتاعتهم والشغل بتاعهم على قياسات أوروبية أو مقاييس أوروبية مش مقاييس مصرية عشان كده توت تحس أحيانا أنه هو كده تبقى اللي هم عملوا أنه هو أجند معلومات كمان اللي احنا بنعرفها من خلال دراستنا البيواركيلوجيا ممارسة ثقافية زي ممارسة التاتو التاتو ده تم العصور عليه في الماعد الفرنسي وجده أثناء حفيرون في دير المدينة وتعرف أنه هو بيمثل عدة أشياء زي لوتس علامة عين الأوجات المهم أن آن أوسطن اللي قامت بدراسة التاتو كانت بتحاول تدرسه بشكل أثري وشكل ديني وحاولت تفسر هذه الرموز وأماكن يعني اشمعنا الأوجات على الرقبة اشمعنا النوتس عند الحود بدأت تحاول تدور على تفسير لأماكن الرسوم دي على جسم المومية بقول لو ما كانتش فيه آن أوسطن بتشتغل ممكن الرسوم دي أو الوش من ده أو التاتو ده ما كانتش تلاحظ وما كانتش قامت به الدراسة بتاعتها بالحاجات المهمة وقتلك الألاقات ونتشوق مع التاتو مع الحلقة الثانية الزوم الثاني هنقفل ونرجع نفتح مباشرة ولا تحبوا تاخدوا راحة زي ما حالك تحبي زي ما انتم عايزين أنا مستعدة طيب أوكي خلينا كالمعتاد نكمل بشكل متواصل هقفل ونفتح لك شكرا